أزمة إنسانية وظروف معيشية صعبة يعيشها نازح مخيم المحطة في محافظة صلاح الدين حيث أطفال ونساء يشكلون الأغلبية في المخيم بعد فقد آبائهم وأزواجهم بين عامي 2014-2016 وسط غياب أي دعم حكومي في حل أزمتهم المستمرة منذ سنوات نحن مخيم محطة بلد صارنا منتهجنا سبع سنوات منظمات ماكو فدمات ماكو الماء عند أمكانية ما يقدير رجال عند أمكانية رجع ما عدنا لا شسمة لا مساعدة تجينا منظمات خلاص ما تجينا نطالب منعدهم يجبوننا يعني مساعدات مالية هذا جانا الصيف بردات ما عدنا كل شي ما عدنا حالتنا واقعة حالتنا تعبانة الله وكيلة كل شي ما عدنا سبعين عائلة هنا وسبعين عائلة حالتهم كلها تعبانة ما عدهم نازحوا مخيم المحطة في صلاح الدين أكدوا أنهم يعيشون منذ عام 2015 في ترحال مستمر من مخيم إلى آخر دون وجود أي سعي حكومي لعادتهم إلى مناطقهم التي هجروا منها ما ثقم من وضعهم الإنساني والاقتصادي نحن خذونا جابونا للدجيل من الدجيل جابونا للأسحاقي من أسحاقي جابونا للمحطة خذوا الزلمنا نحن 41 واحد الزلمة خذوهم والحكومة تدريبهم صارنا من 2015 ونحن مهجرين هسا على أراضينا هسا هايوانا اللي قادمين عندنا نحن ما رجعنا من دون الناس ما رجعنا ننطي الفايلات محد جاعد يطلع عندنا الباجات ما ستنزح مخيم المحطة في صلاح الدين تعكس حال المخيمات الأخرى في أنحاء العراق وما تعنيه من ظروف إنسانية ومعيشية وسط تعمد حكومي في عدم إنهاء ملف أصبح واحدا من الملفات المزمنة التي تسببت بها الحكومات بكتلها وأحزابها وميليشياتها ترجمة نانسي قنقر